اخد بالك احنا بنتكلم في الكرة والكرة كل الاراء محتملة طول على العيب ده جامد العيب ده اي كلام العيب ده نص نص ده العيب مفيش زيه اتنين الكرة دي ضرب الجزاء الكرة دي مش ضرب الجزاء يعني تمثل من الحاجات اللي بس الناس مسكيتها عليك او انه لما قلت ان انا شايفش كبالة امهر لاعف في مصر فانا سعيد لما فققت الفيديو ما هو الكابتن خياد حر يعني انا بشوف زي ده ان احسن لاعف في التاريخ واحد يشوف مالدونة واحد يشوف ميسي حر لا بالعكس دي انا انا مثلا اما اتقالي مين احرف لعب في تاريخ مصر شوية قلت له ما انا شايف محمد زيدان اصلا اه يعني لكن يعني محمد زيدان الامهر برجليل اتنين اه الامهر يعني انا يعني محترف برا في بروسيا دولتموند واحترف في اكتر من لعب مهاري اوي 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 محمد زيدان لكن ما عندوش نفس الشعبية بتاع لعيبة تانية لانو ملعبش لزمانك والاهلي شيكابالا لعيب مهاري غير طبيعي غير طبيعي يعني لعيب مهاري غير طبيعي كابتر محمود خطيب مثلا انا كابتر محمود خطيب ده من امهر اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر وفي افريقيا ما عنديش مشكلة مع اللعب المهاري لكن في ناس هي عندها مشكلة مع شيكابالا نفسه فهي مش متقبلة ان حد يقول على شيكابالا مهاري او من امر اللعيب او اسطورة يعني كل واحد يرى الاسطورة من وجهة نظره وطبيعي اه يعني في ناس تقول كابتر محمود خطيف في ناس تقول شيكابالا في ناس تقول محمد صلاح هو اسطورة الاساطير في ناس تشايفة كابتن طهرة بوزيت يعني في ناس تشايفة يعني كده يعني هي 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 يعني في النهاية دي اراء كورة مفيش حد هيطفق زي ما انت بتحط مثلا تشكيل الافضل هتلاقي كل الناس بتختلف يعني وبالتالي انا شيء انت ايه اللي زعلك ما اقول لنا شيكابالا امر ايه ايه اللي زعلك انت كأهلاوي زعلان ليه انت كأهلاوي زعلان ليه بمنطقة انه كله وطبيعة الحال هميل للفرقة اللي بحبها لا والله لك خالص يعني انا بقول لك اهو انا كان مثلي الاعلى مثلا وانا صغير كان طهرة بوزيت ماردون النيل وانا كان بتم سؤالي في الصحافة المصرية وانا العيب في نادي الزمالك مين مسلك الاعلى قلهم كابتن طهرة بوزيت فالعيب الكورة حتى ما تيجي تسألني مثلا على العيبة في نادي الاهلي ما انا بقى لو انا راجل ما بفهمش في الكورة او عايز اعمل بقى هقول لك والله العيب ده اي كلام وهو جامد جدا ما ينفعش صح ما واضحة ما تقدرش يعني مثلا ما تيجي اقول لك اقول لك مثلا قليو دانج ده لعيب جامد جدا فهم قصدي لعيب مميز جدا في نص الملعب ما قدرش اطلع اقول لك والله قليو دانج ده على قدو يبقى انت ما تفهمش كورة يبقى انت قدام الناس انت راجل مغرد لكن مين مين من جمهور الاهلي ما يقولش على الشيكابالا ان هو من امر العيب مية في المية لكن هو جوا عقله الباطن بيقول الشيكابالا ده عيب جامد اوي لكن هو غير متقبله لاشياء اخرى لكن كلاعب هو اشتركوا في القناة